طيب رجعنا لحضراتكم خلينا نتكلم على الأخبار النهاردة تديها بالندي الأهل الحياة وزي ما قلت لكم مع نهاية آخر مباراة فيه أمور كتير بقى هتختلف وتجهيزات مختلفة للأهل والزمالك وجميع الآن ده ممكن تغيرات فيه الأجهزة الفنية الأجهزة الإدارية هنا وهنا 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 والشكل مختلف للفريق ممكن من خلال بعض اللعبين اللي بيجوا وبعض اللعبين اللي بيمشوا وبعض اللعبين اللي ممكن يعاروا في الفترة القادمة طيب كنا قلنا خبر ان هيبقى يعني بلاكة تخالد بيبو بعدم موجوده في الموسم القادم وايضا هناك تغيرات في لجنة التخطيط الفكرة هنا ان واضح ان كولر يعني عنده فكرة انا اعمل كل حاجة هو ده طبعا مش موجود عند النادي الأهلي ولكن احساسه بان هو عنده خلي بالك انا برضو عشان نبقى متفقين المدير الفن جيد لازم يبقى اداري جيد ويبقى فاهم وتفاهم كل التفاصيل اللي ممكن بتحصل حواليه فبيبتدي يعني يدي بعض التعليمات الادارية للشخصيات اللي معها فبالتالي هو عايز تفاصيل كتير خاصة باختيارة اللعيبة وقبول او عدم قبول لعبين ممكن لجنة التخطيط بتقول له عليها او 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 الميزة في النادي الأهلي انها يعني بتدي كل الصلاحيات للمدير الفني مدام مدام بيكسب وبياخد بطولات الرجل ده يعني بحقق عدد من البطولات كبيرة في زمن صغير جدا جدا مع وجوده في النادي الأهلي فبالتالي في كلام على ان كابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ان هو هقدم اعتذار لكابتن محمود الخطيب المشفى معنا القرى طبعا والنجم الكبير ورئيس النادي للتدخلات او عدم رضوخ كولر للتوصيات اللي بتبقى جاية من لجنة التخطيط ده برضو يعني من خلال مصادرنا ممكن في الايام القادمة هنسمع عنه خصوصا ده امرتلكم كده بعد اخر ماتش في امور كتير بتختلف خلاص حسابيا بقى كده كل ادارة النادي بتيجي تقول حصل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كل واحد داخل المنظومة بيقدم تقريره الفني بيقدم تقريره الاداري وا 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 وكل واحد عنده موقف بيبتدي ياخده او الادارة تاخد الموقف من خلال التقارير الفنية دي والادارية عشان تبتدي السنة الجاية بشكل يكون مريح ومختلف عن السنة الابلاء تحقيقا لمكاسب افضل في الموسم القادم فهننتظر ايه اللي ممكن يحصل بالنسبة ليه لجنة التخطيط ومو كتير حقيقة داخل نادي الاهلي منها لجنة تعقدات منها زي ما تولكم كده ادارة الكورة ومدير الكورة بالنادي الاهلي هل ممكن يبقى فيه مدير رياضي بدل مدير كورة مش عارفين ممكن برضو تفكير داخل ادارة نادي الاهلي في امور كتيرة حقيقة بتخص تطوير وتحديث شكل كورة القدم في النادي الاهلي طيب خليه اروح ليه كابتن الكبير كابتن محمد صلاح ومباراة زمارك النهاردة والتعادل اللي جاي بي اتنين اتنين واخر المباراة فيه الدوري ممتاز وما بعد هذه المباراة والتجهيزات اللي ممكن تبقى موجودة نادي زمارك عشان يعود بشكل مختلف للموسم القدم كابتن محمد تحترك